السلام عليكم ورحمة الله كذلك من أهم العناصر الموجودة في السيارات هي الكتاوت الكتاوت أو اسم العربي الحقيقة له هي المرحلات أو بالإنجليزي الرليز رايح تتكلم فقط عن نوعين وهي الأكثر استخدامة في السيارات وفي معظم الأعمال لكن طبعا فيه أكثر من نوع لكن الفكرة واحدة بالنهاية الفكرة إن شاء الله رايح تكون واضحة بالنسبة بعد ما نشرح كيف طريقة عمل المرحلات أو الكتاوت الكتاوت عبارة عن دائرتين دائرة صغيرة فيها سويتش ودائرة كبيرة اللي هي فيها الجهاز اللي نبغى نشغله ليش نحتاج الكتاوت؟ الكتاوت نحتاجها أول شيء هي عبارة عن نظام تحكم يعني علشان نتحكم بجهاز معين نحتاج دائما الكتاوت الشيء الثاني اقتصاديا أنا علشان مثلا أشغل مراوح ما هي معقولة أمد كابل بهالحجم هذا الكبير إلى مثلا إلى جهة السواق؟ لا أنا ممكن أوصل قريبا من البطارية وأوصل السويتش اللي يشغل هالكتاوت هذا من داخل السيارة بسلك صغير جدا وبدون مشاكل فالكتاوت هذه باختصار طريقة عمله أو فائدته كذلك طبعا من ناحية السلامة لأنه السلك الكبير إذا مددته مسافات طويلة قابل جدا أنه يعني يتأثر مع الوقت وممكن يلمس في البدي حريق على طول لا قدر الله فالكتاوت هذا النوع الرباعي خلونا نأخذ هنا بس الصورة هنا إذا واضحة حاليا في الوسط دائما في الكتاوت تلقى رسمة مرسوم فيها طريقة أو مخطط الكتاوت الكتاوت دائما هذا مثل ما قلنا هذا الرباعي الرباعي يجي بالشكل هذا نلقى سبع وثمانين ثلاثين وستة وثمانين وخمسة وثمانين سبع وثمانين وثلاثين هذا هو الخط الرئيسي سواء أرضي أو موجب يعتبر خط واحد اللهم إنه مفصول لذلك حتى نشوفه هنا بالمخطط شايفين زي كذا الثلاثين والسبع وثمانين بس اللهم إنه مفصول زي السكين الستة وثمانين والخمسة وثمانين عبارة عن موجب وسالب لازم لازم موجب وسالب ليش؟ لأنه الستة وثمانين وخمسة وثمانين عبارة عن مغناطيس ملف يقفل السكين اللي تكلمنا عنه هنا فوق فيوصل السبع وثمانين والثلاثين مع بعض يعني باختصار السبع وثمانين والثلاثين عبارة عن خط واحد الستة وثمانين والخمسة وثمانين خطين مختلفات اللي هي المغناطيس اللي يحتاج موجب وسالب علشان يشتغل ويقفل لنا سبع وثمانين وثلاثين طبعا دائما سواء خمسة وثمانين أو ستة وثمانين ما تفرق لكن دائما واحد منهم ناخذه من السويتش السويتش السيارة كهرباء المفتاح ليش نحتاج أن ناخذه من المفتاح علشان اللي طفيت السيارة الدائرة خلاص تنقطع مرة ثانية ما يبقى عندك مثلا كهرباء واصلة للمراوح لأي سبب ممكن يصير عندك التماس ولا شيء فيسبب لك حريق أو تهريب كهرباء لا مباشرة متى ما طفيت السيارة طفت الأجهزة المرتبطة بالكتاوت هذا فدائما ناخذ خلنا بالصورة هنا ستة وثمانين مثلا ناخذه من المفتاح بحيث أنه متى ما طفيت المفتاح انقطعت الدائرة هذه وانتهت طبعا هنا هنا هذا فكرة اللي تكلمنا عنه اللي هو المغناطيس أو الملف اللي شغله ستة وثمانين وخمسة وثمانين عبارة عن موجب وسالب علشان يقفل سبع وثمانين وثلاثين فدائما مثلا سبع وثمانين نجيبه من البطارية وثلاثين للمثلا خلنا نقول للمروحة فاللي تحكم بتكفيل وفتح هذا اللي هو يعتبر عبارة عن مفتاح آخر أو كأنه عمل زي عمل المفتاح اللي هو ستة وثمانين وخمسة وثمانين وهذه أولا ستة وثمانين وخمسة وثمانين تحتاج وايرات صغيرة جدا ما عادية حقات سيارة ما تحتاج وايرات كبيرة فسبع وثمانين وثلاثين وثمانين وثلاثين هذه هي خط واحد مثل ما قلنا يعني أنه أرضي أو أنه موجب غالبا لتوصيل الحملة اللي نبغى هنا مثل ما قلنا المثال مثلا الثلاثين رايح للمروحة والسبع وثمانين جاي من البطارية كله موجب أو مثلا كله سالب لكن بل هذا نقول موجب الستة وثمانين والخمسة وثمانين الستة وثمانين جاي من زر إذا كنا نبغى نشغل المروحة والستة وثمانين مربوط في الأرض أو في البدي السيارة بحيث أنه دقما هذه تخيل ناخذ مثلا من جهة المكيف مثلا إذا كنا بالركم مروحة مكيف وناخذ الدقما هذه نوصلها عندي بالطبلون ما يضر واير صغير ولا يكلف شيء لكن لو بياخذ وايره نفسه الأصلية ووصله كلها المسافة هذه رايح يكون خطر الالتماس كبير جدا ومكلف جدا علشان ناخذ سماكة سلك بالحجم هذا هذا حالة الأربع وايرات اللي هو أربع أسنان يجي الكتاوت الكتاوت الخماسي هذا يشغل دائرتين شايفين نفس الشيء بس أنه هو أصلا بدون توصيل الكهرباء رايح يوصل 87A 87 يعني معناته واصلة دائما 87 بدون A اللي 87 الحالة هذه تحتاج أنه نشغل اللي نستخدم لها المفتاح علشان يقفلها الدائرة هذه هنا يمكن هنا أوضح شايفين على شكل الشكل هذا 87A هي اللي دائما واصلة وال87 هي اللي تشتغل لما نوصل أو نحتاج تشغيل الجهاز عن طريق مفتاح أو عن طريق حساس أو عن طريق غيره 85 و 86 دائما ثابتة هي المفتاح أو الكهرباء الموجبة والسالبة اللي نحتاج نقفل فيها 87 مع 30 طبعا هذه تستخدم لتشغيل دائرتين لما يكون أبغى 87A أوصل على دائرة و 87 أوصل على دائرة أخرى يعني مثلا هنا بمثال بسيط مثل ما قلنا 86-85 عبارة عن كهرباء مفتاح وأرضي عشان تقفل الملف المغناطيسي إذا شغلنا 87 و 30 هي الكهرباء المباشرة 87A قلنا هذه دائما هي اللي دائما واصلة بدون ما نشغل الزر فأنا ممكن أحط علي مثلا هنا مثل ما انتم شايفين لمبة زين لمبة إذا شغلت الدقمة الثانية أو اشتغلت المروحة رايح تطفي اللمبة فتعتبر دائرتين دائرة لمبة ودائرة مروحة بنفس الوقت مثلا لمبة بس للتنبيه إنه جاهز التوصيل أو إنه الكهرباء واصل المفتاح هذا أو إنه ما اشتغلت طافئة حاليا ومجرد ما تشتغل سواء عن طريق حساس أو شي رايح تشتغل المروحة طبعا بحالة بس المراوحة دائما عند نوعية من الحساسات هي أصلا أرضي مثل حق الحرارة فدائما نشبكه بدل الغراوند مثلا 85 نشبك حساس الحرارة على 85 و 86 تصير هي الكهرباء الثابتة فهذه دائما واصلة من المفتاح مجرد ما يشتغل الحساس حق الحرارة رايح يقفل لدائرة 85 و 86 وبالتالي رايح تشتغل عندي المروحة على 87 هذه فكرة الخمس وايرات طبعا فيه سابع وثمان وأكثر من دائرة يعني كتاوة واحد يشغل عدد كبير من الدوائر مثل حقات الإشارات وغيرها لما تشوف مثل تمسك بريك واللمبات تضل والعة هذه أكثر من دائرة يتحكم فيها كتاوة واحد أو أكثر من كتاوة على حسب نوعية السيارات وتصميمها هذا أيضا شرح بسيط مبسط للكتاوة وإن شاء الله رايح نشرح دائرة عملية عن عملية التوصيل بشكل كامل الحاجة حيننا نستفيد منها بإذن الله